مرحبا بكم في مكتبة العم عارف سألخص لكم اليوم رواية سبق صحفي أو سكوب للكاتب الإنجليزي إيفلين وو والتي نشرها عام 1938 لورد كوبر صاحب صحيفة The Daily Beast هو شخص يصعب العمل معه فهو يبحث باستمرار عن خبر مثير ولذلك يربك موظفيه الذين يحاولون ببساطة الابتعاد عن طريقه فلا أحد منهم يشعر أنه يمكن أن يختلف معه علنا سواء أتفق معه أي شخص أم لا يعتقد لورد كوبر أنه يمكنه العثور على أفضل المراسلين ومساعدتهم على استغلال كل قدراتهم يريد تعيين الكاتب الناجح جون كورتني بوت الذي تزداد سمعته انتشارا أو هكذا يظن لورد كوبر على أي حال معتقدا أنه سيكون مصدر قوة جون الذي يتطلع إلى الهروب من حبيبة لا يستطيع التخلص منها يريد من شخص ما أن يكلفه بقصة كبيرة في مكان ما بعيدا عنها فينتهز لورد كوبر الفرصة يستدعي لورد كوبر على الفور محرره للشؤون الأجنبية سولتر للاجتماع مثل أي شخص آخر يخشى سولتر طرح الكثير من الأسئلة عندما يطالب لورد كوبر بتوظيف بوت للعمل كمراسل حربي لا يطلب سولتر أي معلومات تعريفية أخرى سولتر لا يعرف جون لكنه يعرف ويليام بوت الذي تربطه قرابة بعيدة بجون ولذلك يعتقد أن ويليام هو الذي تحدث عنه دورد كوبر ويليام رجل هادئ ومتواضع يحب كتابة أعمدة عن الطبيعة ولا يهتم بالشهرة أو الجوائز عندما يطلب منه سولتر السفر إلى لندن للحديث عن وظيفة جديدة مهمة للغاية يوافق ويليام على مضد عندما يقابل ويليام سولتر يرفض المهمة يرفض لورد كوبر قبول هذا الجواب ويخبر ويليام أنه يجب أن يتولى الوظيفة وإلا فإنه سيطرد من الصحيفة بعد تقييمه للخيارين يدرك ويليام أن السفر إلى الخارج يعني أنه يمكنه الاستفادة من مصاريف عالية والعيش كرجل ثري لفترة من الوقت تطير مبادئه من النافذة وينسى عمود الطبيعة الخاصة به في تلك الأثناء يشعر جون بالقلق من أن لورد كوبر قد نسيه عشيقته تضايقه لأنه يتجنبها ويشعر بأنه يستهان به من قبل صحيفة The Daily Beast لم يدرك أحد بعد أن الرجل الخطأ قد أرسل إلى منطقة الحرب في بلاد إفريقية تسمى إسماعيلية عندما يصل ويليام إلى إسماعيلية يتعلم هناك الصحافة المخادعة وكيفية استحضار القصص من لا شيء يرى أنه لا شيء يحدث في إسماعيلية وأن الحرب مجرد احتمال وكل الصحفيين يجعلون الأمر يبدو أخطر مما هو في الحقيقة يحاول ويليام اختلاق القصص لكنه لا يستطيع الحصول على أي شيء فيغادر ويتوجه إلى جاكسونبرغ في جاكسونبرغ يقع ويليام في حب امرأة وينسى كل شيء عن واجباته يتصلون به من The Daily Beast فلا يجدون لديه أي قصص مهمة نتيجة لذلك يطردونه من الوظيفة ولكن في اللحظة الآخيرة يقنع ويليام لورد كوبر بأن لديه قصة جيدة فيعيد تعيينه على الفور ينخرط ويليام في انقلاب عسكري ويكتب قصة عنه فيفرح الموظفون في The Daily Beast لورد كوبر لا يصدق حظه إذ ترتفع مبيعات الصحيفة بشكل كبير بفضل قصة ويليام فيقرر ترقية ويليام عندما يعود إلى الوطن يطلب من سولتر ترتيب حفل عشاء على شرفه واستدعاءه إلى أرض الوطن المشكلة هي أن سولتر يستدعي جون بدلا من ذلك والذي لا يزال مرتبكا للغاية بشأن الأمر برمته لا يظهر جون وبدلا من ذلك يفر إلى بلد آخر للابتعاد عن عشيقته المملة بعد أن يدرك سولتر الخطأ يبدأ مطاردة محمومة بحثا عن ويليام عندما يجد ويليام أخيرا يتوسل إليه أن يأتي إلى حفل العشاء لكن ويليام يبدو غير مهتم فقد سائم الشهرة والثروة لا يستطيع سولتر مواجهة لورد كوبر وبدلا من ذلك ينام في منزل ويليام يحتار لورد كوبر ويتساءل كيف يجد بديلا يحل محل ويليام لطالما أراد عم ويليام ثيودور أن يكون صحفيا ويتقدم عارضا خدماته يوافق لورد كوبر على منحه فرصة فيتظاهرون كلهم بأنه ويليام المرسل الحربي الناجح في غضون ذلك يعود ويليام إلى كتابة عمود الطبيعة الخاص به ويتلاشى مرة أخرى في الغموض أتمنى أن يكون ملخص سبق صحفي قد أعجبكم وألقاكم في حلقات مقبلة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر شكرا